السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء المتابعين نرحب بكم أينما كنتم ويسعدنا ويشرفنا أن نقدم لكم كل ما هو حصري وجديد من أخبار المتقاعدين في العراق والوطن العربي أجمع ولا تنسوا أحبائي الإعجاب بالفيديوهات والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد وحصري من أخبار المتقاعدين في العراق والوطن العربي وبسم الله نبدأ أقر مجلس النواب العراقي في جلساته العادية وبالإجماع زيادة رواتب المتقاعدين قبل عام 2008 بمبلغ 70 ألف دينار عراقي شهريا وقال عضو اللجنة المالية في المجلس سامي التروشي خلال مؤتمر صحفي أقر مجلس النواب العراقي في جلساته العادية وبالإجماع زيادة رواتب المتقاعدين قبل عام 2008 بمبلغ 70 ألف دينار عراقي شهريا وقال عضو اللجنة المالية في المجلس سامي التروشي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس ظهر اليوم إن الزيادة في الرواتب والتي أقرها المجلس تبلغ سبعين ألف دينار عراقي شهريا مبينا أن الزيادة ستحسب بمفعول لرجع اعتبارا من الأول من أيلول الماضي أعزائي المتابعين نرجو أنكم قد أفدناكم ولا تنسوا العجاب بالفيديو وإذا كنتم لأول مرة تشاهدونا فلا تنسوا الاشتراك بالقناة